السلام عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخ دير خسيهان بطنية اذا اعجبتكم القناة وحبتوا تشجعوني ودعموني يجعلوني اكبر عدد من اللايكات او الاعجابات وبرتجيوا الفيديو عبر جميع مواقع الاجتماعية لا تنسي حبيبتي وغاليتي انتي اللي دخلتين جديدة اشتركوا وفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مرحبا يا ارمان فيديو تاليوم سيكون بنات على الصابل الخطوبة كما رأيكم تشوفو مزين بالخواتم اكيد بالنسبة الاخواترام يحوثوا على الوصفة مكتوبة ستجدوها بالتفصيل على موقعي في كوكبات واي وحدة طبقة ان شاء الله تشاركنا تطبيقها على كوكبات طبعا كما رأيكم تشوفو وصفة جدا رائعة وتناسب المناسبة الخطوبة او اللي عندها عرص كما رأيكم تشوفو مزينة بليباق او الخواتم خطوبة والله الخاتم تالعرص كما رأيكم تشوفو شكلها مليح وذوقها لا نتحدث لكم سابري تحها هذا ما اهم شيء عندنا مكون زادها ذوقا وزاد لها هشاشة قبل ما نبدأ الفيديو ديما حبيبات قلبي نكسم لكم لحبيبة باش تكون فيها مصداقية في الوصفة وهكا تقدروا تكملوا الوصفة للاخر طبعا شوفوا البنات بعد ما كسمتها نحاول نكسم نفتتها لكم باش تشوفو كيف شاهي طريقة سابري هذا يقعد لك 15 يوم يقعد لك لبس عليه مايروح 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 نتأكد لكم على ضمانتي روحوا البنات للمقادير عندنا 500 جرام مارغارين بحرارة الغرفة عندي سكر كاسمه معمر مايرو يعادل 200 جرام سكر أرطب عندنا البنات هنا عندنا زوج ملاعق أكل نشاء وعندنا زوج ملاعق معمرين زبدة الفول السوداني هذه هي اللي استعملتها زبدة فول السوداني زوج ملاعق أكل مملوء وعندنا ملعقة أكل فانيليا وعندنا فارينا أو الطحين عند بعض الدول اللي اللموا به السابلينتان هنا حطيت المارغارينة البنات كما راكم تشوفوه وضفت عليه السكر وضفت الفانيليا ونضيف زبدة الكوكاو زبدة الكوكاو وهكا البنات ونحاول ندمج كامل مع بعضهم ندمج المارغارين وزبدة الكوكاو والسكر الأرطب والفانيليا نحاول ندمج كامل المكونات مع بعضهم حتى تحصلوا على كريمة كما راكم تشوفو هكا البنات نضيف وضفتها لنشاء ونبدأ نضيفه في الفانيليا بالتدريج حتى تحصلوا على عجينة مثل ماسكة طويلة لا تكون صلبة ديما 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 البنات نقولكم لوحوا الفانيليا وديما لا تتبسيها وجربي ديما في أي حلوة كانت تجربي حبيبة وتشوفوا في التاسيبها إذا هبطت من عندها نقصة فانيليا وإذا ما هبطتش يعني مليحة تقدر تكملي تطبيعي وتكملي طيبة هذه كنصحة للمبتدئات ما تطبيعيش ضربة وحدة وطيبين بعد إذا كانت نقصة فانيليا سيفزلك بلاتو كامل على هذا عزيزتي باش تتأكدي من صابلي التعكراه ومليح دخلي حبة طيبها نعاود لك إذا تحلت أو تفتت أو هبطت ما لديها نقصة فانيليا شوفوا البنات هنا أراهي مليحة وش رح ندير خليها ترتاح أنا كي نعود مزلوبة ما نخليها ترتاح باش ما نكذبش على أخواتي بصحكي تعود عندي وقت نخلي العجينة ترتاح على الأقل أربع ساعة ونحلها بالحلال اليدوي تقدر تستعملي كيس بلاستيكي باش يسهل عليك مهمة الحل نجيبه قطعة لا نستعمل الشكل الذي يكون فيه تشارشيف يعني مموجات نستعمل الجهة التي عادة وهنا كما رأيكم تشوفوا مدرد بيض مدرد خميرة لأنه لا أحبت ندير الخميرة لكي لا تكبر الحبة هل تفهموا على ما ها هي كي يشوفوا القرامتك السمكتها عفوا لكن تلاحظوني معظم صابلياتي ما فيهمش البيض وما فيهمش الخميرة لأنه كنت فهمتكم قبل على وهمة الدرش الخميرة باش ما نقعد محافظين على الشكل إذا استعملنا تزيينات على حسب الشكل وهذا ثاني الأشكال تعليبة اللي رح نستعملهم ما بغيتش يكون صابلي كبير بالزاف عليهم على هذا يباش يكون الشكل مليح دخلت المفون درجة حرارة معتدلة لا تضيف وقت صفار لأنه لا يوجد بيض أو خميرة لا يوجد نذهب إلى البنات هنا كيلة شوكولات بيضة كيلة نقصة برق زبدة الكوكاو شوكولات بيضة وعندنا نصف كيلة حلوة الطرك أو الشمية عند بعض الدول لدينا كيلة شوكولات بيضة كيلة بيضة كيلة بيضة ونصف كيلة حلوة الطرك كما بغيتش تقدير كيلة شوكولات مع كيلة زبدة الكوكاو مع نصف كيلة حلوة الطرك كما رأيكم تشوفوا هنا سنحاول ندمش كل مع بعض هنا حلوة الطرك قبل أن تلوحي فتتها لكي لا تقعد لك كعبر أو كتل مع الشوكولات حاول تخلطيها كامل إذا كنت تفشتها في الحقيقة والحقيقة تقل حتى تعبك قليلا لكن سنحاول أن أعطيكم كامل معلومات لكي لا تكون عرقة لديك و لا تكون لديك صعوبة إذا كنت تفشتها ستجمدها ستجمدها في حمام مائي لكن في الصيف ستجمدها لأن هذه الكريمة ستجمد لأن الشوكولات ستجمدها كما رأيكم تشوفوا دائما معتدها نستعمل في لسق الصاب حاول تضع كمية من الحشوة شوكولات وزبدة الكوكاو وحلوة الطرك ونبدأ نضع ستجمدها إذا كنت في الصيف لا تكون لديك صعوبة أما في الشتاء قادرة تجمد لك من أجل أن تضع كمية فإذا كنت في الشتاء ستجمدها لكي نعطيك معلومة تفيدك وليس لديك مشكلة لأنه في الكثير من المشاكل ويعطوا في الهاتف ومن جهة استعملت هذا الملمع كنت سابقا لكم فيديو في الحقيقة هو خصيص للعجائن لكي نعطيك اللون لكي نفسه في القارورة سأستعملوه في الشوكولات الشوكولات بيضاء يعني لا تعطيني اللون الأحمر ستعطيني واحد اللون كنت باقياته لكي نرى لوحه بشوية بشوية وحركه حتى تتحصل إذا بغيت غوز كلار سيعطيك اللون الوردي فاتح إذا بغيت اللون اللي بغيته أنا لوحه بالتدريج وخلطة حتى تتحصل على اللون اللي بغيته أنا والألوان تبقى على حسب الركائنة اللي ما تحبش اللون هذك تحبه فاتح تديره فاتح أنا بغيت هذا اللون يعني اللوح بشوية ونحذك لأنه الشوكولات بيضاء مستحيل حتى تعطيك اللون الأحمر والذي بغيته أحمر أحمر كاين اللون الأحمر خاص بالشوكولات هكذا البنات حاولي تخلطي مليح لكي لا يبقى لك بلايس مازال فيه لأنه الغبرة لازم تتخلط مليح بعدما تحصلت على اللون اللي راني بغيته كما رأيكم تشوفوا نبدأ ذكا نغلف في الصابل على وقت لكم يأتي لأنه هذه الحبة تكون تحطي صابلي على صابلي وتغلفها تأتي قليلا لا يوجد واطية ولا يوجد كما المخبص ونبدأ نغلف هنا في الحقيقة أنا غلطت غلطة ولم تريد أن نصلحها لكي تستفدوا من الغلطة التي غلطتها أنا وفي الحقيقة نسبق بالتزيين يعني بالليباق أنا صراحة كان عندي وقت واكتظار في العمل وضغط ما تولهتش وضغطتها وضغطتها لكي نفيدكم هو في الحقيقة نسبق الصعب كما قلت لكم كيف نبدأ نطلقها لكي نضع لباق هذا كما تفهموا كيف رأيكم هنا تأتي بشوكولات لا تزيد لها أي شيء كنت سبق وضعتها لكم في القناة نضع لكم الرابط في صندوق الوصف ونزيد نفهمكم أكثر فأكثر رأيكم والبنات والبنات اليوم يحسوا على الوصفات المكتوبة تلقوها على كوكباد حبيباتي بكل تفاصيل على موقعي على كوكباد هنا بعد مدرة شوكولات بدون أي إضافات اضطيتها في المجمد بعد مجمدت نحيتها ديموليتها من هذا المول وبدأت نضيف لها الملمع غذائي ذهبي هذه المرحلة في الحقيقة كان من الأحسن نسبق بها هي لكي نقلصي الصابلي بالشوكولات لكي تكون لكم فكرة أنا غلطت غلطة هي تقدري بالصح لكي يكون ثبيت أحسن وفينيسيون أحسن تكون كما قلت لكم علاوة لو كان خدمت لباق الساعة لا نضطر أن نفعل هذه المرحلة أن نفعل قطارات من الشوكولات ونبدأ للسق بالصح إذا كانت العكس يعني كيف نخدم لي باق ومن بعد نطلي حبة الصابلي بالشوكولات كي نشوفها بدأت تنشف نبدأ نضع هذه الخواتم نضعهم على الصابلي سيتثبته هما ينزوج يصلحوا بصحة أنا نفضل المرحلة التي غلطت فيها هكا لا أريد أن نفعل خمير في الصابلي لكي لا تأتي كبيرا أريد أن نضع هذا الخواتم يعني لا يكون الصابلي غالب على الخواتم أو غالبين على الصابلي إن شاء الله لكي تكونوا فهمتوني هذا هو بعد ما كمنا وضعناها في سحن التقديم إن شاء الله يربي كام من ربي يهنيكم ويفرحكم وتخدموا الحلوة هذه في مناسباتكم وأكيد نعود ونكرر الوصفات مكتوبة على موقعي في كوكباد لبنات نجعل لكم الرابط كوكباد في صندوق الوصف هذا مكان يجب أن نسملكم جيهشة جيطرية ما شاء الله صدقوني وبكل مصداقية الحلوة الحلويات نعطيها لكم كامل كي تضعون في بورت مونجي يفوتون لكم الخمسة عشرين يوم بكل آمانة وبكل مصداقية والله يشهد أكيد شافوا في الختامة بقى لغير نقول نسبق بالمبتدئة لأنه عزيزة علينا إن شاء الله يا ربي نوفيدناك عزيزتي إن شاء الله تجربها وأكيد نرحبوا بكام من العضوات التي دخلونا جديدة نورتوني يا أغلالناس ومرتبة أولى التي معنا قمتلك نحفظ هي تنتي التي دخلتنا جديدة اشترك وفعل جرس ليصلك كل ما هو جديد مرحبا يا أغلالناس